اهلا يا اصدقاء ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بقى الفخير النهاردة هنعمل مع بعض حاجة من عجينة الطين الاسواني هو الطين ده عندي بقى له كتير بصراحة بقى له يعني من 2021 تخيلوا فما استخدمتهوش وحبيت اللي انا استخدمه معايكم النهاردة بصراحة خفت اللي هو يكون معفن او يعني يتطلع له افونة او كده لان طبعا هو بقى له مدة طويلة فقلت استخدمه معايكم بقى في الفيديو ده واشوف هو النظام ايه فجبت الادوات وجبت كوبات مية علشان اطري بيها السلسول لما جيت ضغطت على الغلف بتاعه لقيته طري بس هو طبعا بيبقى محتاج مية علشان يبقى طري معايكم ما يبقاش مشاء فهبتدي الكيس بتاعه ونطلع منه العجينة ونشوف نظامها ايه بصراحة خايفة بس يلا بينا نبتدي طلعتها اخدت حتة صغيرة وقلت اجربها علشان اشوف يعني العجينة نفسها بعد ما بتنشف نظامها ايه لقيتها تمام اعمل بقى حاجة كبيرة بالعجينة وكده فطلعت حتة صغيرة قلت اجربها طبعا فضلت العب شوية وعجل في العجين وابتديت اطري فيها لان برضو لقيتها حسيتها نشفة مش نشفة اللي هي نشفة ومشأ وكده لأ ليه شوية لان طبعا ما بدي جي ضغطي عليها الجنب ده شوية فابتديت عاملها كورة كده في الاول كنت عايزة عاملها فنجل وبعد كده او مج ومعرفتش بصراحة حسيت ان الحتة دي صغانطوطة شوية بس كده ايدي تبهدلت بقى فما قلت خلص هستخدمها دي افكر في اي حاجة وعملها وكده طبعا زي ما هو باين بهدلت ايدي خالص بس فعارفين بقى انا ايه بقيتها اطري فيها واشيلها وحطها وبشوف انا اصلا عاملة العجينة دي الجزء ده تست كده بشوفها في الاخر هتبقى العجينة كويسة ولا لأ فبتديتها لعب بيها شوية مش بحب التلزيق وكده بس مش عارفة في الحاجات الفنية بحس ان هي بتطلع للطاقة اللي جوايا فبقى ببتدي اعمل يعني اعجن ويدي تتبهدل وكده بس فبتديت اعملها بقى في الاخر خالص معت معايا كورة وما فيهاش اي شوية ولا اي حاجة بتديت اشكلها بقى كنت عايزة عاملها مبخرة بس انا كنت عاملة مبخرة قبل كده في فيديو ونزلتها والمبخرة بصراحة كنت طحفة جدا في استخدامها يمكن احسن من لانا كنت مشترياها مش بتتبهدل ولا اي حاجة انا كنت عاملة عنها ريفيو قبل كده او فيديو وهعمل لك ريفيو بعد الاستخدام كزا مرة في التبخير وكده وباجي انا اضافها بتنضف بسهولة ما فيهاش اي مشكلة فقلت عاملها مبخرة وبعد كده حسيت لا كفاية بقى مباخر ابتدي اعملها اي شكل فعملتها زي طبق سوقنطوت كده قلت احط اكسسوارات احط فيه الخواتم احط فيه مثلا الدبابيس علشان تنشف علشان حسيت ان لو فضلت على الكفر اللي انا بعمل عليها حاجات فنية الكفر هينشف وهتعب جدا عامل ما نضفه سبتها تنشف بقى هي اخدت يوم يوم في الهواء عادي محطتهش في الشمس ولا اي حاجة ابتديت بقى نضف لازم ان نضف المكان اللي انت بتعمله فيه بزات العجينة والحاجات دي لانه لما بينشف بيبقى صعب جدا ابتديت بقى عملت ايه في العجينة الباقية عملتها ببلاستر جبت بلاستر ولفتها عليه علشان يعني ما تدخلهاش هوا واجه استخدمها بعد كده علي بقى فيها مشكلة لا فقلت لأ قفلها كويس قفلتها كويس وبعد كده مساحت ونضفت كل حاجة وسبت العجينة تنشف في الاخر هي رسيت على انها تكون طباقية يعني بس مش مشكلة عادي بعد ما منشفت بقى طلعتها بصوا اللي بعد ما بتنشف كان فيه تجريح بسيط فيها مش عارفة ده كان من ايه بس هو يعني حاجات بسيطة قوي فيه جات لي فكرة ان انا اصنفر العجينة دي بعد ما نشفت بتبقى صلبة قوي فجالي فجالي خلصت الفيديو بصراحة بعد ما خلصت الفيديو لقيت محتاجة صنفرة فالافضل طبعا بعد ما بتخلصوها بتدوها شوية صنفرة علشان البروز اللي طالعة والحاجات اللي طالعة وكشان هي طبعا عجينة لونها بني وكده روحت جايبه الملمع وابتديتها لمع فيها قلت برضه اجربه وكده بصراحة كنت خايفة ان هو يبوز الفخورة لان اول مرة جرب على العجينة دي الملمع بس ده انتهى لونها بيضو بعد كده بيبتدي طبعا اللون ده يروح ويبتدي لونه يبقى شفاف خالص ويدي لمعها وحله قوي بعد ما نشفت طبعا اللمع بتاعتها جميلة جدا وطحفة انا سجلت على فكرة الريكورد بعد الفيديو بكتير انا استخدمتها وجميلة فوق ما تتخيلوا انا بحط فيها الدبابيس واحيانا بحط فيها الخويت المكاة فالموضوع بجد طحفة جدا فوق ما تتخيلوا وحاجة مصنعينها بيديكوا اه ممكن يكون فيها يعني حاجات ممكن انتو عملتوها اخطاء بمعنى اصح بس طبعا التعلم بيدوكو خبرة شوية انكو بعد كده لما تيجيتو عاملوها تاني ما تقعوش في نفس المشكلة فطبعا كل نوع عجينة مختلف يعني انا عندي عجينة السراميك فهجربها فيديو تاني ان شاء الله ده هي اللي انها ابيض مشهورة اوي فهجربها معاكو فيديو تاني وهعملها بنفس الطريقة دي واشوف شكلها يبقى عامل ازاي هتقابلني نفس المشاكل دي ولا لا المشاكل اللي قبليتني بقى في العجينة دي انها احيانا بيبقى فيها شوق بسيطة مش عارفة حلها ايه بالظبط بس اعتقد لو انتو زودتو شوية مية يبقى الموضوع تمام هو اصلا عجينة الفخار او عجينة الطين الاسواني حاجة كده بتلف بيبقى فيها مواتير فبتلفوا كده فبتشكلي بيها الحاجة بس احنا طبعا معندناش الجهاز ده فاحنا بنستخدم الحاجات البداية ايدينا احنا نستخدم ايدينا ونفضل بقى ندعك ونعمل كورة ونبتدي نعمل تشكيل او كده فالموضوع بيكون حلو كل حاجة بس اكيد هيقابلك شوية ديفوهات بسيطة بنحاول نحلها بعد كده طبعا زي ما قلتلكو اللميع او اللمع اللي في الفخار بقت حلوة جدا طبعا كان مطفي وشكله باقي تقوي بس بعد ما حطيت الملمع بقى كويس جدا حطيت بقى فيه الدبابيس كده مؤقتا فالموضوع تمام وكل حاجة كمان ممكن تجيبوا عارفين القطاعات البسكوت وكده ممكن تعملوا بيها اشكال ممكن تعملوا بيها حاجات كتير ممكن ترسموا على الفخار قبل ما ينشف ما ينشف بس انا ما كانش معي الادوات فعله عشان كده مرسمتش ومعاملتش فيها اي شكل ممكن تحطوا فيها تشامعة ممكن تحطوا زي ما قلت الخواتم والاكسسورات بتاعت كوفة الموضوع بجد تحفظ فوق ما تتخيلوا وانتظروني بقى فيديو تاني اعمل حاجة احسن من دي بقيت حاجينة الفخار يعني انا بقى لي مثلا شوية هوا ما باستخدمهاش فنطلع تاني ونعمل بقى بيها كلها حاجة ممكن نعمل بيها مبخارة بقى ليها شكل مختلف عنه لانا كنت عندي اكتر من نوع بس باشكال مختلفة مش نفس الشكل وكده بس هو ده ريفيو النهاردة اتمنى لو يكون عجبكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد باي باي